بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل عاش آدم عليه السلام خارج الأرض وهل يقدم العلم دليلا غير مباشر على أن سيدنا آدم عليه السلام عاش ذات يوم خارج أرضنا طبعا حسب نظرية التطور فإن سيدنا آدم عليه السلام هو مخلوق جاء من نسل بشر قبل أو أشباه بشر ليس هناك ما يميزه فقد نشأ الإنسان حسب نظرية التطور بنتيجة تطور طبيعي عشوائي على الأرض وعاش عليها لألاف سنين ولكن في ظل هذا الاكتشاف الجديد لجامعة ستانفورد والذي نشر بتاريخ 17-2019 دعونا نتساءل هل تبقى هذه النظرية صحيحة؟ دعونا نرى الاكتشاف أيها الأحبة يرصد التغيرات التي تحدث في الجينات لدى مغادرة الإنسان للأرض وبقائه في الفضاء لفترة طويلة وكيف تتكيف أجسامنا مع الحياة في الفضاء الخارجي؟ طبعا وجد العلماء أن الجينات وهي التي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية للإنسان تعدل نفسها بطريقة رائعة وتتكيف بسهولة مع الحياة خارج الأرض سبحان الله يقول العلماء آلاف الجينات تعمل على تعديل وظائفها بسرعة كبيرة أثناء الحياة على الفضاء أو في الفضاء الأغرب من ذلك أن هذه الجينات تعود لوضعها الطبيعي بعد عودة رائد الفضاء إلى الأرض وبسهولة وخلال عشرة أيام فقط البروفيسور جوزيف يقول وهو طبعا من كلية الطب في جامعة ستانفورد الأمريكية إننا وللمرة الأولى نكتشف أن الجينات البشرية تعدل نفسها بطريقة رائعة ولذلك نحاول اليوم أن نفهم ماذا يجري داخل خلايا الإنسان وقلبه أثناء حياته في الفضاء الخارجي ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ إنه يعني حسب مبادئ العلم الحديث أن تركيب هذه الجينات البشرية هو أصلا مجهز للتكيف مع الحياة خارج الأرض ببساطة ويعني أيضا أن الإنسان لو تطور على الأرض فكيف تستطيع الجينات أن تتكيف مع الحياة في الفضاء وهو لم يغادر هذه الأرض هذا يدعوني أيها الأحبة للقول بأن سيدنا آدم عليه السلام كان ذات يوم خارج الأرض في جنة في مكان ما من السماء والله تعالى قبل أن يخلق قبل أن يخلقه ركب جيناته بطريقة هيئها الله تعالى للحياة خارج الأرض وبالفعل عاش سيدنا آدم خارج الأرض ثم عاد إليها طبعا بقيت هذه الإمكانية أي إمكانية التكيف مع الحياة خارج الأرض بقيت في جينات ذريته من بعده حتى جاء اليوم الذي رأينا إنسانا يعيش خارج الأرض ولعدة أشهر ثم يعود لحياته الطبيعية على الأرض ويبقى السؤال أيها الأحبة هل يمكن أن نعتبر هذا الاكتشاف العلمي تفسيرا علميا لقوله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلحين الله أعلم وأحكم لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة